اشتركوا في القناة اجمع يمطوع الناس جمعوا ونحن لم نجمع من قال لك أن كل مطر تكون الجمع فيه مشروعا المطر الذي قال العلماء فيه أنه يسبب جواز الجمع هو الذي لو نشرنا ثوبا لم تلأ الثوب كله ماءا ولصب صبا ليس الذي يأتي على الرأس وعلى الأكتاف وعلى أطراف اليد ثم يا أخي المسؤول في المسجد عن الجمع دون أن نقترح عليه الجمع هو الإمام لأن الحبيب يقول في الإمام أنه الظامن لو اجمعنا كلنا في المسجد على أن نقول اجمع ورفض أطعناه لأنه هو الظامن فلو جمع صلاة إلى صلاة ولا يجوز له الجمع لتحملت تبعة الإمام شرعا أمام الله كيف ندخل وقت في وقت دون سبب مشروع ظاهر التساهل في الجمع هذا من رقة الدين عند بعض الناس لبعض الناس يرتاح في الصلاة وبعض الناس يرتاح من الصلاة تبقى بعضهم يقولوا صلوا ريحنا خلنا نصلي ونخلص من قال لك ذلك؟ لذلك أقول إياكم والتساهل وضع الفقهاء شروطا في جواز الجمع الصلاتين الظهرين أو العشاءين الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء وجعلوا ذلك منها أن يكون المطر من ابتداء الصلاة والسماء قد انفتحت وعلى أن يكون هناك مشقة وعلى أنه يصعب المشي فيه أن يكون معه لربما أحيانا الريح والبرد فإذا اجتمعت هذه الظروف فإن له الإمام أن يجمع ونقول إذا كان الناس كلهم موجب جامعين وأنت ضرك المطر صل في البيت فإن الجماعة تسقط عن العاجز عن أدائها ولا تجعلوا المساجد ارتفاع الصوت فيها يذهب سكينتها أستودعكم الله شكرا